الجزائريون وموعد جديد مع شعارات اعتادوا رفعها منذ فبراير الماضي فللجمعة السادسة والعشرين يخرج الجزائريون في مختلف المدن للمطالبة برحيل رموز النظام وهم في هذه الحالة نردين بدوي رئيس الحكومة الذي تم تعينه قبيل استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والذي كان يشغل قبل رئاسة الحكومة وزارة الداخلية وقبل ذلك تولى إدارة ولايات مختلفة من البلاد ذان المطالبين بالرحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح القادم إلى قصر الاتحادية من رئاسة مجلس الأمة وقبلها انتخب نائبا في مناسبتين إحداهما عن ولاية تلمسان ثم عن وهران ومنها انتقل عام 2002 إلى رئاسة البرلمان وبالإضافة إلى التأكيد على رحيل قادة النظام السابق عن المشهد السياسي جدد المتظاهرون التأكيد على مدنية الدولة وسلمية المطالب ورفض أي انتخابات ما لم تتحقق هذه المطالب ويواجه انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق تحديات كثيرة أدت في مناسبات سابقة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية فقد أعلن المجلس الدستوري قبل أجهر عن استحالة تنظيم انتخابات رئاسية في مايو الماضي بعد فشل المترشحين في استكمال الشروط اللازمة وعلى رأسها لائحة المزكين وعلى الرغم من اتفاق الأطراف السياسية على انحسار خيارات الخروج من الأزمة في تنظيم انتخابات رئاسية يشارك فيها الجميع إلا أن آلية الوصول لتلك الانتخابات غير واضحة حتى الآن فالحكومة والرئيس المؤقت وإن أعلنوا في وقت سابق عن خروجهم مع المؤسسة العسكرية من أي حوار سياسي يفضي إلى انتخاب رئيس لم يلبوا بعد طلب المتظاهرين بمغادرة السلطة بدعم من المؤسسة العسكرية التي تصر على إجراء الانتخابات عبر الممر الدستوري ترجمة نانسي قنقر